دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنتانيو جوتارش إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وشهد دعا وجوب احترام المدنيين وحمايتهم وفقا للقانون الإنساني الدولي في جميع الأوقات وقال جوتارش إن العنف لا يمكن أن يوفر حلا للصراع وأن المفاوضات التي تؤدي إلى حل دولتين وحدها كفيلة بتحقيق السلامة داعيا إلى بدل كافة الجهود الدبلوماسية لتجنب انطلاع حرب أوسع نتاقا وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان ديجاريك إنه من المزمع أن يكتمع مجلس الأمن اليوم لبحث الأوضاع الراهنة في الأراضي المحتلة